اللفت للنظر هو حديث تابون بأن قطر تتعرض لهذه الحملات التي وصفت بالمشبوهة من جانب الأمير تميم بن حمد الثاني وذكر رئيس الجزائري بأن هذه البطولة يفتخر بها كل العرب والمسلمين لأنها ستنظم في أرض عربية كثيرون يتحدثون عن أن قطر يعني من قبل بعض من الصحف الأجنبية بأن قطر تقمع الحريات بأن قطر تضطهد العمال بأن هناك حالات كبيرة من الوفيات في صفوف العمال العاملين في الاستدادة القطرية ولكن قطر نفت كل تلك الإدعاءات والإتهمات وأشارت إلى أنها أكاذيب وأنها أباطيل وأنها تستهدف رسم صورة ذهنية سيئة عن الدولة القطرية ترجمة نانسي قنقر